اشتكى المفوض العام لوكالة الأونروا مما وصفها بحرب التضليل المشتعل ضد الوكالة محذرا من أن ذلك يعرض حياة العاملين بالوكالة للخطر سواء في غزة أو في أماكن أخرى للتعليق ينضم إلينا عبر الإنترنت من القاهرة عدنان أبو حسنة ناطق باسم وكالة الأونروا أهلا وسهلا بك سيد عدنان قبل الحديث عن المعطيات الميدانية نفهمك في البداية ما المقصود بحرب التضليل المشتعلة ضد الوكالة نعم هناك حملات إعلامية وسياسية مستمرة تشنها إسرائيل أو من يناصرها أيضا ضد الأونروا اعتبارها أنها منظمة إرهابية تتعاون مع حماس وغيرها من المنظمات أن أماكن مراكز الإيواء أو المنشآت التابعة للأونروا تأوي مسلحين أيضا لاحظنا خلال فترة الماضية أيضا أن هناك حسابات مزيفة أيضا تشن حملات منظمة وهذا ما كشفت عنه بعض الصحف العالمية كواشنطن بوست أو نيورك تايمز نتحدث بكل وضوح بأن هناك حسابات مزيفة استخدمت بكثافة من أجل التأثير ضمن مشاريع وحملات منظمة ضد الأونروا فيما يتواصل أو تتواصل عملية ضخ المعلومات المضللة على كافة المستويات للأسف الشديد وهذه الحسابات المزيفة التي تتحدث عنها سيد عدنان من الذي يقف وراءها؟ يعني في النهاية هذه الحسابات هي تساند إسرائيل يعني أنا لا أعرف بالضبط اللي هي مصدرها موجود في داخل إسرائيل أو خارج إسرائيل ولكن في النهاية هي هذه الحملات تشن ضد الأونروا في نفس السياق ونفس المضمون بأن هذه منظمة إرهابية وهذه عقبة في طريق السلام وهذه تخلد الصراع وأن هذه المنظمة تتعاون مع الإرهاب وهكذا يعني ضمن هذا المضمون وفعلا يعني العديد من الصحف العالمية قالت بأن هذه عمليات منظمة وتتواصل باستمرار لتشويه الأونروا وسمعتها كيلة الكثير من الاتهامات ضد الأونروا من قبل إسرائيل كانت تطالب باستبدالها اليوم الحديث عن حرب تضليل مشتعلة ضد الوكالة كما تتفضل سيد عدنان ما الذي تريده إسرائيل من الوكالة؟ ما الذي يضايقها من وجودها؟ يعني نحن لا نحلم ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيد وزير الخارجية كادس ناطق باسم الحكومة الإسرائيلية العديد من المسؤولين الإسرائيلي تحدثوا بوضوك قالوا نريد تصفية الأونروا لأن تصفية الأونروا تعني تصفية قضية اللاجئين قلسطينيين تصفية نفهوم اللاجئ وأيضا تصفية حل الدولتين والعملية السياسية هذا هو المطلوب الآن وهم يتحدثون عن ذلك بوضوح يعني بدون الدخول في تفسيرات هنا أو هناك يعني هم يقولون ذلك طيب نعود إلى المعطيات الميدانية كذلك هناك استهدفات لمدارس الأونروا لماذا كثف الاحتلال الإسرائيلي من استهدفاته هذه في الأيام الأخيرة؟ يعني لدينا حوالي 189 منشأة ومؤسسة تابع للأونروا دمرت تدميرا شاملا أو فجرت أو تدميرا جزئيا تعرضنا لحوالي 470 هجمة يعني إصابات داخل المباني ولكن الذي دمر تدميرا كبيرا أو شاملا أو جزئيا كان حوالي 189 قتل لنا حوالي 192 من زملائنا وهو الرقم الأكبر منذ إنشاء الأمم المتحدة لم يحدث على الإطلاق أن قتل 192 موظف موظفي الأمم المتحدة خلال ثمانية شهور منذ أن أنشأت هذه المنظمة في تاريخها نعتقد بأن الأسف الشديد بأن ما يحدث هو خطير ويحتاج فعلا إلى تحقيق لماذا يحدث ذلك لماذا يقتل موظفون لماذا تدمر مؤسساتنا رغم أننا نبلغ الجانب الإسرائيلي وكل الأطراق نبلغها بإحداثيات مراكز الأونروا مرتين يوميا مرة في الصباح ومرة في المساء حتى هذه المدرسة التي قصفت وهي من أكثر المدارس اكتظاظا في منطقة النصيرات نحن أبلغنا الجانب الإسرائيلي بإحداثيات هذه المدرسة منذ أن أصبحت مأوى للنازحين منذ بداية الحرب ومستمرون في إبلاغهم بهذه الإحداثيات في النهاية كل مدارسنا التي تعتبر ملاجئ إلى الآن بها الألاف بها مئات الألاف من النازحين أي استهداف لهذه المدرسة بصاروخ بقديمة مدفعية بدبابة لو ألقيت حجرة على المدرسة سيقتل ويجرح العشرات وليس قذائب وصواريخ أنتم اليوم تتحدثون عن ضرورة وجوب التحقيق وهذه ليست المرة الأولى هل هناك من خطوات عملية بدأت بالفعل؟ نحن طالبنا طالب السيد لازاريني مفاوض الأونروا طالب بإجراء هذا التحقيق وهذا منوت مؤسسات الأمم المتحدة الآن لماذا؟ لأن ما يحدث هو سابق تدمير هذه المنشآت وقتل الموظفين الأمميين التي ترفع أعلام الأمم المتحدة هذه المنشآت وتمتع بحصان ومفروض حسب القانون الدولي الإنساني وحسب ما يحدث مع كافة المنظمات الإنسانية في كل مكان ما يحدث في غزة هو سابق خطيرة قد تجعل عدد من الدول أيضاً أن تتصرف بنفس الطريقة تجاه عدد من مؤسسات الأمم المتحدة لذلك المنظومة كنفسها منظومة العمل الإنساني وقيمها مهددة أيضاً بالضرر الشديد وقد تكون مهددة أيضاً بالانهيار وعدم الاحترام وعدم وجود مسائلة لأن هناك سابق الآن تحدث في غزة أريد أن أؤكد معك مرة جديدة سيد عدنان أبو حسنة عن الأرقام التي قلتها قبل قليل عن أبرز ما تعرضت له مدارس الأنرو وحتى موظفوء الأنرو على يد القصف الإسرائيلي كان لدينا 189 مؤسسة ومنشئة إما دمرت تدميراً كاملاً أو أصيبت بأضرار مختلفة جراء الاستهداف المباشر أو غير المباشر لكن الحوادث التي تعرضنا فيها إلى القصف أو الإصابات هو حوالي 470 حادثة ولكن لأشخاص ولمؤسسات ومنشئات ولكن هذه المنشئات هي التي دمن هناك 192 موظف أممي من موظفي الأنرو قتلوا خلال هذه الأحداث هناك 470 نازع في مدارس الأنرو والتي ترفع علام الأمم المتحدة قتلوا في داخل هذه المنشآت وأصيب حوالي 1450 تقريباً سيد عدنان فيما يخص الاستهدافات الأخيرة هل تضعونها كذلك ضمن هذه الحملة الممنهجة ضد الأنرو وتعطينا تفاصيل عما لحق بالاستهدافات الأخيرة في المدرستين بالأمس واليوم؟ يعني هو قتل وجرح العشرات هذه الأرقام كانت واضحة للجميع إسرائيل تقول بأنه تم استهداف أشخاص أو ما إلى ذلك في داخل أحدى المدارس السؤال الذي يطرح نفسه الآن لو افترضنا جدلاً أن هناك شخص موجود في داخل مدرسة بها عشرة ألف أو خمسة عشر ألف شخص هل هذا مبرر من ناحية أطلاقية مهاجمة مدرسة وقتل هذه الأعداد من المدنيين؟ لذلك نحن طالبنا كل الأطراف كل أطراف الصراع بإبعاد أو بالابتعاد عن منشآت الأنرو هذه المنشآت الآن بها مئات الألاف من الفلسطينيين النازحين الأبرياء أي استهداف أي استهداف سواء يقول أسلحة دقيقة غير دقيقة سيؤدي إلى هذه الكارثة الإنسانية وعشرات القتلى والجرفة يعني هم يقولون استهدفنا بأسلحة دقيقة لو لم تكن أسلحة دقيقة كيف سيكون الحال؟ وما المطلوب هنا من المجتمع الدولي على الأقل لاستطاعته أن يحيد مدارس الأنرو المجتمع الدولي يتحرك التحدي الأوروبي سمعنا تصريحات السيد بوريل الأمين العام للأمم المتحدة سيد مفوض الأنرو الدول المانحة سواء مانحة أو غير مانحة أيضا تستنكر ولكن سيدتي القرار بيد إسرائيل عمليا وواقعيا نعم صوتنا يعلو حملاتنا الإعلامية والسياسية كبيرة ومكثفة يساندنا كل منظمات الأمم المتحدة اليونيسيف منظمة الصحة العالمية أكسفام كل هذه المنظمات برنامج الغذاء العالمي منظمة الفاو كلهم يصرخون ولكن في النهاية هناك طرف عليها أن يقرر وهو إسرائيل طيب وسيد عدنان هنا السؤال وجود وكالة الأنرو في مرمى نيران الإسرائيلية كيف يؤثر على طبيعة عملها في قطاع غزة؟ تأكيد يعني يؤثر بطريقة سلبية أولا هناك خطورة بالغة على موظفي الأنرو وهؤلاء الذين يتحركون مئات الشاحنات والعربات لدينا يتحركون لجلب المساعدات الإنسانية لأنه نحن شريان الحياة في غزة إن لم نتحرك إذا لم نعمل كجسم وحيد متبقي حتى الآن لدينا 13 ألف موظف في غزة و10 ألاف من موظفي العقود ومئات المنشآت والعربات إذا توقفنا هذا يعني الحكم بإعدام المكان لذلك نحن نعمل وسط هذه الخطورة بما تبقى لدينا من مساعدات بما يدخل حتى الآن وما يدخل هو القليل نعمل في ظل هذه الأجواء الخطرة ولكن نعمل بحضر لأنه إمكانيات التحرك بأمان معدومة بصراحة المكان خطير جدا والكل معرض للخطر الآن في غزة سواء أونر وأمم منتحدة منظمات غير حكومية وناس عاديون مستوى الخطورة والاستهداف أصبح عاليا للغاية السيد عدنان أبو حسنى ناطق باسم وكالة الأونر وشكرا جزيلا لك حدفتنا من القاهرة